أما هلأ صار وقت طبعاً زاويتنا القانونية اللي بنحكي فيها عن مواضيع كتير بتهم كل الناس ورح نحكي اليوم بالزاوية القانونية عن قانون البيوع العقارية وكيف طبعاً ممكن يكون أركان البيع بين الأطراف وللحديث بالتفصيل طبعاً معنا ضيفنا لليوم بالستوديو صباحنا خير المحامي الأستاذ أحمد دعبولي أستاذ صباحك أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك ودائماً معلومات مهمة بتكون مع حدلتك خليلياك يا رب إن شاء الله يا رب صباح الخير صباح الخير لياك الحمد لله تستميلي اليوم عم نحكي عن البيوع العقارية والقانون اللي صدر مؤخراً كان له أثار إيجابية وسلبية حلنا بداية نعرف أكثر شو هذا القانون وشو كان الهدف بالتحديد منه هلا مبدئياً قانون البيوع العقارية اللي صدر بـ 25-3 عام 2021 من قانون رقم 15 هو قانون حدث فيه ضريبة على عملية بيع العقارات الموجودة ضمن أراضي جمهورية العربية السورية هل أنا من وجهة نظري الشخصية كمحامي كرجل قانون أنا بنظر عليه بإيجابية صراحةً وليس كسلبية لأنه قانون البيوع العقارية اللي صدر اللي حدد قيمة رائجة للعقارات وحدد كل نسبة مئوية لاستفاء ضريبة عنها هو أول شي ضمن حق الدولة اللي هي بالنهاية حق الدولة باستفاءة ضريبة اللي هي موجودة بكافة دول العالم ولازالت الضريبة حتى وقتنا الحالي هي يعني متدنية نسبياً مقارنة مع الدول الأخرى لأننا بس نحكي مثلاً دول كذا الحضارة كذا هي اللي عنده نظام ضريبي مرتفع جداً لازالت متدنية لكن ضمن حق الدولة اللي هي عائد بالنهاية الخزينة العامة اللي عائد المواطنين والأكثر من ذلك أنه قانون البيوع العقاري وفرض الضريبة الجديدة هو فرض على الأشخاص اللي هنين المتمثلين بعقد البيع اللي هنين البائع والشاري عدم التهرب الضريبي الذي يضمن حقهم بآلية أو بأخرى يعني احنا كل ياتنا بنعرف أنه أغلب أو 90% من عقود البيع وعقود الإيجار عم يتم تنظيمها ما بين أرقام مهمية مو أرقام مهمية الأسبوعية حتى أرقام مهمية إذا كان مبلغ متفق عليه بغيث التهرب من الضريبي من دفع الضريبي للدوائر المختصة قانونا لكن لما ألزم القانون سهر واحد عم بحط القيمين وعنشوف رأيت معي كم ليرة لأ خليني حط السعر الحقيقي لما عم بحط السعر الحقيقي للشيء المباع سواء كان آلية سواء كان معقار سكني سواء كان أرض زراعية أيا كانت الموضوع العقد البيع هنا عم يضمن البائع حقه والمشتري حقه بحسب الأصول المتفق عليها والشروط التي تم الاتفاق فيما بينهم على تنفيذها كون نحن في عنا قاعدة قانونية العقدة وشريعة المتعاقدين بما يتفقوا عليه لما أنا عم حطها فعلا هي عم تضمن حقي أنا كبائع في استفاء الثمن وعم تضمن حق المشتري في الحصول على الشيء المباع نعم أستاذ أحمد خلينا بس نعرف من حضرتك قلت جملة بالبداية واللي هي تتعلق بالنظام الضريبي العالمي بشكل عام دائما لما الضرائب يكون صحيحة أو مستوفات الشروط بشكل صحيح هذا الشيء بيرجع العملية تسهيل التسعير بالعموم نحن بنعاني بشكل عام بسوريا بشكل كتير كبير من فوضى بالأسعار بسبب عدم الالتزام النظام الضريبي عدم ذكر الأرقام بشكل صحيح فبالتالي بنشوف بيوت لا تستحق هذا المبلغ عم تنباع بأرقام خيالية حتى بموضوع الأجارات يعني هذا نعكس بشكل ما أو بآخر على أجارات البيوت يصرنا نشوف بيت بمنطقة ما فيها المقومات مئات الألوف ولا يراعي قد تشوف قانون بيوع العقارية ممكن يكون خطوة خطوة رح أقول خطوة ما رح أقول كل الحل خطوة بموضوع التسعير عنا بسوريا إن كان بالبيع أو إن كان بالأجار هلا من حيث أني بدأ أنا بعتبر القانون بيوع العقارية خطوة يعني لكن شبه وهمية لكن منيها ليه ليش أنا القانون بيوع العقاري لمحدد قيمة عقار سواء بعملية بيع أو بعملية شراء أو بعملية أجار هو حدد القيمة التخمينية تبعه حسب سعر السوق الرائج القيمة الرائجية فلنقل تم تخمين منزل بسعر مئات مليون ليرة سورية أنا كبائع أنا فيني أطلب في مليار ليرة سورية لاش هي يلزمني بسعر محدد أنا هوني فقط القانون بيوع العقاري هو حدد قيمة رائجية وعم فعلاً عم يجي أنا لسعر السوق الرائج عم بتم معرفة العقارات المماثلة شو سعرها وعم بحدد على الأساسات عم يستوفي الضريبة لكن هي ليست بغية تسعير أو فرض على البائع هو صراحة أنه الفرض على البائع ثمن معين هو يكون شيء مخالف للدستور لأنه نحن نعلم حق الملكية هو حق دستوري مصان بالدستور الجمهورية العربية السورية اللي بيخولني أنا ثلاث حقوق حق الملكية حق استعمال استغلال تصرف التصرف اللي هو بندرج تحت البيع الاستعمال اللي بندرج تحت السكن الاستغلال اللي بندرج تحت بإطار التأجير استثمار استثمار لهذه أنا الحق الأول اللي هو حق التصرف اللي بيخولني أنا دستورياً أنا بني أصرف في أنا ما حدا بنزمني أني بيعه أنا بحد متدني جداً وما حدا بنزمني بيعه بحد عالي جداً الدولة بقانون بيوع العقلي فرضت علي أنه أنا ما عز فيني بيعه بحد متدني لأنه كانت يلغية أنه التهرب الضريبي كان نحط مسبع متفق عليه المبلغ ألف رسولية صار أن في حد أدنى حسب تقييم الليجان المختصة في دوائر المالية القيمة التخمينية للعقار يوضعه لكن لم تضع حد أعلى لبيع العقار طيب اليوم إذا أي شخص حب يبيع مثلا أي شيء بيت محل عقار بمبلغ متفق عليه بين شخصين يعني بجوز يكون قريباك بجوز يكون أخوك حابب أنك اليوم مثلا تخدمه بهذه القصة اليوم عم تكون الضريبة على هذا المبلغ أو تخمين ضمن قانون البيع لا طبعا تخمين ضمن قانون البيع العقارية لكن قانون البيع العقارية حتى راعة مسألة البيع أو مثلا الهبة ما بين الأزواج والأقارب والأصول والفروع راعة شيء هذا القانون اللي نوهت عنه رقم 15 عام 2021 هو حدد مثلا ضريبة البيع العقارية 1% للعقارات السكنية 2% للعقارات أو الأراضي ضمن المخطط التغذيم المصدق 1% للأراضي خارج المخطط التغذيم المصدق 3% للأسطح المتعلقة بالعقارات السكنية بالنسبة للأصول والفروع مثلا الهبة تتقاضى نفس النسب التي تكرتها سابقا لكن فيما بين الأصول والفروع أو أزواج يتم اقتصاص 15% من الواحد بالمية يعني فلنقول نحن عقار حقو 100 مليون راح تكون القيمة الضريبية عليه مليون ليرا مليون ليرا 15% فيما بين الهبة ما بين الأصول والفروع فهي تطلع 150 ألف ليرا راعة هالمسألة هاي لأنه كمان راح يكون يعني بالشكل هذا كمان راح يكون في سلوب تهرب ضريبي على الأسف تهرب ضريبي موجود بكل دول العالة ومختلف الأنظمة الاقتصادية والمتطور جدا لكن نحن خلينا نحب منه يعني هي خطوة فعلا صباغة وخطوة جميلة جدا للحد من التهرب الضريبي الموجود حاليا طيب ما شفت كان فيه أراء كتير أنه هاي الخطوة ممكن كان إلى أثر سلبي أنه عملت كساد بالسوق العقارس يعني خف موضوع البيع والشراء وارتفعت الأجرات والبيع الأسعار مثل ما حكينا صار فيه كساد بالأسواق من وجهة نظرك القانونية هل فيه كساد في حالة ركود أكيد ببرج لكن ما برجعنا للقانون البيع والعقارية لأنه عمليا صراحة قانون البيع والعقارية لما أنا كبائع عم بيع عقار إلي أو أرض أو أي كان وفيه أنا عندي صار ضريبة حقمية حتمية رح تم استفاق أنا عم جيدة على المبلغ لكن هي الوضع الاقتصادي العام وركود الاقتصادي العام بالبلد هو المساوح حالة ركود هذا ما برجعنا للحالة لقانون البيع العقارية والضريبة الجديدة لكن لأنه أنا أي شخص عم ببيع عقار وأنا برح أسفع مليونين ليرا للضريبة أنا عم ضيفه على المبلغ وعم يتم الاتفاق فيما بينه وبين الشارع وأنا في عندي هالمبلغ هذا من نص عليه نص عليك لأكله عليك أم سوير الاتفاق حسب ما حكيتنا بحسب شريعة متعاقدين العقد لأهسب هذا ما لدور لكن الدور الأكبر الوضع الاقتصادي العام الحركة البيع والشيراء الإجابة والقبول بهذه الأمور هي العرض والطلب هل هي متعلقة فيها هي السبب الركود للقصابي نعم يعني دائما عم نشوف عنا صاير بالفترة الأخيرة في مرونة بتعديل القانون وازدصدار قوانين جديدة اللي تتماشى مع المشاكل اللي خليني أقول العصر اللي عم المر فيها يعني مثل ما شفنا قانون البيوع العقارية وغيرها من القوانين اللي صدرت بالفترة الأخيرة شيء بخص تعديل جنائي شيء بخص تعديل أحوال الشخصية وهذا شيء كتير مهم لأنه دائما القانون ممكن يكون ثابت بفترة من الفترات ولكن بفترات الحروب نحن بحاجة دائما ليكون في عنا شيء جديد بالقانون خلينا نحكي كنت عم تقول بما يخص الهبة وغيرها أيضا آلية البيع حسب قانون البيوع العقارية بين الحصص الموجودة بالورس أو بين ما يسمونه أيضا وجود ورسة خلينا نحكي عن أسهم وما إلى ذلك أنا أبتدأ من الفكرة التي حضرتك حكيت فيها أول شيء التي هي التعديلات جدا صيرة عم تصير بالقوانين رغم كثرتها وخاصة من العام يعني تقريبا 2013-2022 عم تصير فعلا تعديلات بمختلف القوانين سواء كانت مدنية جزائية حوال شخصية لكن لا زالت تعديلات خجولة كون نحن معظم القوانين عنا مضى عليها يعني لا يقول مثلا قانون العقوبات من الشارع الإسلامية قانون المدني مستمد من التشريع المصري والتشريع الفرنسي قوانين قديمة جدا نحن هاي القوانين بشكل عام هاي قوانين وضعية أي من وضع المشرع المشرع السوري اللي هو عم بواكب احتياجات المجتمع هالخطوة اللي صارت خلال هالعدة سنوات اللي مرينا فيه وعم نصير فيها تعديلات فعلا حقيقية للقانون فيما يتعلق بجرائم الشراف فيما يتعلق بالحوار الشخصية تعديل المهر عدد طوانين حاليا يتم دراسة العنف الأسري تماما تماما أنه هي القانون وضع لتنظيم احتياجات المجتمع لإشباع حاجات المجتمع سواء بتنظيم العلاقات سواء بضمان الحقوق سواء بتحقيق نزام بتحقيق الواجبات ما هو لازم دائما القانون هو بواكب المجتمع نحن ممكن نلاحظ نحن بكثير من الدول عم تكون في عنا حالة لأقلية قد تكون لا يتعدى مثلا 340 شخص من الأصل 50 مليون شخص عم تشرع لقانون قانون الإرهاب أيضا مثلا نحن ضمن الأزمة عملت في سوريا هو قانون خاص لا يخضع وأنه فعلا في جرائم قد ترتكب غير الجرائم التي ترتكب بالحالة تخضع القانون العقوبات العام بالفكرة الثانية اللي نحكي نحن عليها اللي هي مثلا الملكية الملكية نحن تكون عندنا عدة أنواع نحن الملكية اللي قد يكون الشخص مالك لكامل العقار مالك كامل قد يكون مالك بطريق الشراكة هو شريك قاموا بشراء عقار صار كل شخص له مناصفة 1200 ب1200 أو حسب النسبة اللي ساهم فيها كل شخص برأس المال أو قد تكون مملوكة إرثا عن طريق الانتقال من المؤرث سواء كان أب أو أم أو جد أي أن كان المؤرث هنا بها الحالة هاي إلى طريقة قانونية معينة لنقل الملكية وأوراق ثبوتية معينة اللي هي تبدد من حصر إرث للمتوفى المؤرث للشيهات المالكين من ثم يتم تحديد الملكية اللي هي عملية التي تسميها ملكية على الشيوع كونه هذا العقار مملوك لعشر أشخاص 8 أشخاص لشخصين ثلاثة هو عقار على الشيوع يتم بعدين العمل على إعطاء كل ذي حق حقه بحسب الأنصب الشرعية وأنصب القانونية المورودة إلوه وفيه شخص يقوم بطراغ الحصة السهمية التي تتقلت إليه سواء إرثا سواء بالشراك سواء بأي كان بالطرق القانونية وتثبيت أصولا معلومات أكيد كثير مهمة أستاذ أحمد وكثير نحن نتمنى دائما أن يكون في قوانين تضمن الحق بين المالك وبين أكيد البائع والمشتري وخاصة بظروف اللي عم نعيشها كثرة عمليات الاحتيال وهذه الأسط فأكيد القانون اليوم ليحمي وتشرع أكيد ليقدم بنود يندرج من تحت حماية المالك أو الشاري شكرا لتواجدك اليوم معنا ضمن صباحنا لليوم وأكيد إنه وقفات تاني بصباحات تاني شكرا لك أستاذ أحمد عبول على كل المعلومات اللي قدمت لنا